محمد شريف كفح 6 سنوات قصة صعود محمد شريف لم تكن رحلة محمد شريف نحو التألق في كرة القدم المصرية سهلة على الإطلاق بل أن اللاعب صاحب الـ 25 عام واجه تحديات التطاع أن يتخطاها بفضل إصراره وعزيمته وبدأ شريف رحلته الاحترافية في كرة القدم قبل 6 سنوات وتحديدا مع واد ديجل عام 2015 ورغم أنه سجل 7 أهداف وصنع 8 في 66 مبراء رفقة فريقه بحسب موقع ترانسفير ماركت فأنه جذب أنظار مسؤولي الأهلي حيث قررت إدارة نادي الأهلي الأحمر التعاقد معه في يناير 2018 في موسم 2017-2018 اكتفى شريف بخوض 3 مباريات فقط مع الأهلي منها مواجهتان شارك فيها بشكل احتياطي واستمر الأمر في موسم 2018-2019 حيث خاض اللاعب 9 مباريات في كل البطولات سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين قرر شريف رحيل عن الأهلي بنظام الإعارة بهدف اكتساب الثقة وإثبات قدرته لجمهير الفريق وإدارته فانتقل إلى إنبي في موسم 2019-2020 والذي كان محورا في مشوار اللاعب سجل شريف في ذلك الموسم 14 هدف وصنع 5 أهداف من جملة 31 مباراة لعبها مع نادي إنبي في كل البطولات وهو ما جعل الأهلي يرفض تمديد الإعارة ويقرر عودته لصفوفه أثبت شريف جدارته وستطاع خلال الموسم الحالي تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 في 23 مباراة أخرها صنعية مباراة القمة ليؤكد اللاعب أنه مكسب حقيقي ويستطيع إنهاء ما يقال عن وجود أزمة هجومية في الأهلي بسبب ضعف السجل التهديفي للثولاتي مروان محسن وصلاح محسن وولتر بواليا